هناء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس السيسي بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة وأكد مدبولي في برقياته أن هذه المناسبة الترخية ستظل دائما حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والأفريقية ودول العالم الثالث دفاعا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة